بطريقة عملية أنا مش قادر أعيشه ده نظري ده كلام وكلام جميل بس مين بقى اللي يوصل ده لازم حد بقى من العزماء ولا الروحيين أو القدسين اللي بيطاقوا الرب عشان يوصلوا هذا المستوى لا أنا أحتاج أن أنا فقط كده أجي وأقول له يا روح الله أنا محتاج عملك في حياتي عشان أتحرر من قانون الخطيئة والموت وعشان كده بيقول برضو في نفس الإصحاح كده أقرأ من رومية 8 في نفس الإصحاح اللي بنتكلم عنه كده ويقول في عدد 6 لأن اهتمام الجسد هو موت لكن اهتمام الروح هو حياة وسلام لكن لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله إذ ليس هو خضعا لنموص الله يعني لما الشخص يبقى مهتم تحت قونين والزهن الخطيئة كده متاخد في حتة تانية لكن أنا بحتاج أن أنا أجي للروح القدس اللي يجي ويحررني من هذا القانون وعشان كده بعد كده يقول كده إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد إزاي أموت أعمال الجسد إزاي أنهي على نشاط الجسد والخطيئة في حياتي بالروح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر